حسب المواقع الإسرائيلية في هذه اللحظات تقول بأن ثلاثة صواريخ أطلقت من منطقة جنوب لبنان ودخلت إلى المناطق الإسرائيلية والآن تفاصيل قيد الفحص حسب ما يردنا في هذه اللحظات من وسائل الإعلام الإسرائيلية ووسائل التي تتبع لها الجيش الإسرائيلي حيث ثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة جنوب لبنان ودخلت إلى منطقة المناطق المحاذية للمناطق الإسرائيلية ولا نعرف فعليا التفاصيل لكن في هذه اللحظات نستمع إلى أصوات انفجارات نعم هذا طبعا إذا صح ذلك فإن إسرائيل ستكون في خطر كبير جدا حسب تصريحات بعض المسؤولين لأنها فعليا تتعرض إلى أو تقوم بعمليات مختلفة إن كان في منطقة الداخل الفلسطيني من خلال المواجهات الفلسطينية جراء عمليات المستوطنين وأيضا نتيجة القصف والعدوان للإسرائيلي على قطاع غزة والأحداث في مدينة القدس وهذه المرة لربما قد تكون الأحداث في جنوب لبنان والمناطق التي خرجت منها الصواريخ لذلك هناك سيناريوهات متعددة أيضا وضعها الجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة شلومي الواقعة بالجليل إذن التلفزيون الإسرائيلي أكد على أن ثلاثة الصواريخ أتت باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان في مستوطنة شلومي الواقعة بالجليل هذا تطور لافت وخطير يعني ربما انحراف مسار هذه المعركة إلى تطور آخر ربما ضياء ترجمة نانسي قنقر